اهلا بيكو رجعنا بعد الفاصل والفقرة دي هنتكلم فيها عن حاجة مهمة جدا وهي ازاي نحب نفسنا وازاي ندي للناس لان احنا لو محبناش نفسنا مش هنعرف نحب الناس ولا ندي للناس حاجة الفقرة دي معايا مي مختار هي كوتش ببرمجة لغوية وريكي ماستر ازايك يا مي عايزين نعرف الناس ايه هي ريكي ماستر او ريكي عموما يعني ريكي عموما ده علم اكتشف في اليابان العلم ده بيستخدم الطاقة اللي في الكون كله من اجل علاج الشخص لو عنده مرض عضوي او مرض نفسي ممكن او علم يعني مش عصبية علم اكتر يبقى عاطفي الطاقة بتعالج كل ده بتعالج لو حد عنده مثلا علم عضوية زي مثلا علم في الظهر علم في الرقبة علم ما بيعرفش ينام كويس حالته المزاجية مش كويسة حالته النفسية مش كويسة عنده خوف شديد من حاجة زي بيبقى عندهم فوبيا كل كل ده بيعالجوا الريكي عن طريق جلسات بيعملها الريكي مصدر او الممارس الريكي يعني عما تاني والجلسة بتبقى حوالي ساعة تقريبا من عمالها للمريض وبعديها من حد اذا كان ممكن احتاج جلسة تانية او تالتة او من اول جلسة ولاقينا في استجابة وشفة طيب عايزين نعرف الناس الجلسة دي بتبقى ازاي الجلسة دي بتبقى بكلام زي مثلا دكتور نفسي او كوتش ولا بتبقى بحاجة معينة بتعميله حاجة لا الجلسة المريض بيبقى نايم على زي سرير المساج كده والمريض بيتعمله بالايد بستخدم الطاقة اللي في الكون عن طريق ايدي ان انا ما بتبقاش للمس الجسم بس بيبقى من فوق الجسم وبنعمل الجلسة من اول الدماغ لغاية اخر الرجل وفي كذا طريقة للاستخدام الريكي بس ده الطريقة الشائعة اكتر يعني والجلسة بتقعد حوالي 45 ديئة لساعة وبيبقى ده الطريقة اللي بتعالج بيها المريض بالريكي بالطاقة يعني ممكن بقى المريض يحتاج كم جلسة هو على حسب طبعا السيبيريتي بتاعت الحالة يعني لو حالة سيبير قوي يعني في امريكا بيعالجوا الكنسر حتى بالريكي مع العلاج اللي ماشي بيه طبيعي الكنسر نفسه ولا الحالة النفسية اللي جاية مع الكنسر الكنسر نفسه والحالة النفسية اللي اتنين طبعا ولأن الحالة النفسية بتأثر في المريض ما هو لو حالة النفسية بقت كويسة هو بيعالج أو بالشفاء بيبقى أسرع صح الإرادة عنده تبقى عالج طبعا الإرادة والحالة النفسية تلعب دور جدا في الشفاء تلعب دور كبير في مصر هنا لو إحنا يعني مش بنعالج قوي الكنسر لسا أو أنا شخصيا ما قابلتش حاجة لزي كده قبل كده بس الحالات الكتيرة اللي بتجيلي بتبقى ألام فتبقى الجلسة أو اثنين تلاتة ماكسما مفروض يبقوا ثمان جلسات من أربع لثمان جلسات يكون مفروض الشفاء حصل لو ما حصلش الشفاء بنمد ونشوف إيه جزور المرض ده إيه عشان برضو نحاول نعالج جزور المرض إيه طيب قبل الحلقة كنت بتكلم معيكي وموضوع مهم جدا إزاي نحب نفسنا فيه ناس بتبقى يعني مش طايقة نفسها وشايفة نفسها إن هي مش نكحة وفشلة ويعني كده إزاي يبصل نفسهم بطريقة برمجة البرمجة اللغوية العصبية هي بالزبط هو ده إن أنا إزاي ببرمج نفسي وبكلم نفسي إزاي طريقة كلامي لنفسي إزاي يعني كتير جدا بتعطي تقول لنفسها أنا فشلة أنا تخينة أنا مش حلوة طبعا أنت كلمك ده لنفسك بدلت قولي لنفسك على مر السنين وعلى مر الأيام بتقنعي بي نفسك وفي الآخر بتقنعي بي لقدامك غصب عنك حتى لو ما قلتيش ده لقدامك بس أنت بتقنعي بي من كتر ما أنت قلتي لنفسك بينما أنت لو شفتي نفسك حلوة وقلتي لنفسك إزاي كل يوم الصبح أنا كويسة أنا شاكلي كويس أنا مش غبية أنا شاطرة أنا حلقة كتير قولي بعملها كويسة بكلم نفسي وبدي نفسي نفسي positive talk أو positive self talk أو اللي هو الكلام للنفس الإيجابي بكلمه النفسي مرة في مرة في مرة هاقتنع بيه هو البرمجة عبارة عن أن أنا بقنع نفسي أو بقنع غيري بالفكرة اللي عندي أقنعت نفسي بالفكرة أن أنا حلوة شكلي كويس مش تخينة مش غبية مش فشلة بقنع نفسي ده بكلام إيجابي أنا شاطرة أنا كويسة أنا مش تخينة أنا نجحة في عملي أنا نجحة في حياتي لما أفضل أقول نفسي الكلام ده كتير كل يوم حقنع نفسي ده وفي الآخر حقنع كل اللي حوالي يبدأ من غير ما حتى أقوله لهم قلت لي قبل كده أن لما قعد أقرر حاجة 21 يوم تمام عايزة كيبقى تقوليها المشاهدين عشان يعرفوا تمام هو إحنا كلنا لو قلنا لنفسنا كلام إيجابي لمدة 21 يوم ده حقاله صحيح ما يخش في النظام الحياتي وحيبقى برمجته النفسي برمجة عصبية بحيث أن أنا كل يوم حسح الصبح حقول مثلا نفسي أنا نكحة أنا positive أنا أستاهل الحب أنا نكحة في حياتي أنا شكلي كويس حفظة لو أقول نفسي ده لمدة 21 يوم حيبقى جزء من السيستم بتاعي زي ما بالظبط زي ما بيقولوا لو واحد بلعب رياضة لو نزلي يمشي كل يوم لمدة 21 يوم بعد 21 يوم حيبقى ده من السيستم بتاعه حيخلص هيبقى ده في السيستم بتاعه وحيمشي كل يوم عادي كرياضة يعني فكذلك برضو لو أنا عملت ده مع نفسي حقنع نفسي بدا وهحب نفسي حاجة مهمة جدا ستات كتير جدا مش بتحب نفسها طب أنت لما متحبش نفسك بتنقلي ده لولادك غصبة عنك بتنقلي لولادك فولادك هيطلعهم مش هيحبوا نفسهم برضو طب أنا أحب نفسي عشان نفسي وعشان ولادي وانس إن أنا حبيت نفسي وشفت نفسي كويسة قدام ولادي ولادي هيشوفوني كويسة ويسمعوني بتكلم كلام كويسة عن نفسي هيكلموا عن نفسهم كويسة مش هيهما كمان بالتابعية تقولك برضو أنا لأ ده أنا فاشلة ده أنا زي مامتي ده أنا فاشلة أهو أنا مش كويسة أو أنا مش شاطرة في المدرسة أو 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 بالعكس أنا كل ما أقنعت نفسي بدا وكلمت نفسي بدا في ناس بيقفوا قدام المراية يقول نفسوها من الكلام ده تسحى الصبح طقول نفسهم في المراية أنا شايفة أنه مش لازم قدام المراية ممكن بس حتى يومنت قاعدة في السرير كيه تقول نفسك أنا شاطرة أنا كويسة أنا مجحة بس طيب ممكن بقى مبرمك حد يعني ممكن مثلا يبقى عندي ابنة أو عندي زوج عنده فكرة معينة هي سلبية في دماغه هل أنا ممكن أغيرها منه ده ممكن يحصل برضه عن طريق أن أنا أفضل بيسموها بالإنجلش في الأفرميشن أفضل أقول ده للشخص الكلام ده أفضل أقوله أنت شاطر أنت كويس مثلا ابني مثلا لو ابني قال لي مثلا أنا فاشل لأ أنت مش فاشل أنت شاطر وأنت كويس بدليل أن أنت كويس في كذا وفي كذا وفي كذا مهم مش هيبقى كويس في كل حاجة أظهر له الحاجات الحلوة فيه بزاق أظهر له وشاطر في إيه مهم أكيد مش هيبقى فاشل في كل حاجة وأكيد مش هيبقى كويس في كل حاجة فأنت لأ ده أنت كويس مثلا في الرياضة ده أنت كويس في العلوم مثلا الأدبية أو أنت كويس في العلوم الرياضية طب ما أنت شاطر في ده لأ هفضل أقوله له كل يوم كل يوم كل يوم لغاية لما هو يقتنع بنفسه وحفهمه ان انت لو قلت على نفسك ان انت فاشل هتكبر الفكرة في دماغك وهتكبر طول عمرك وانت متخايل ان انت فاشل وهتنقل الفكرة دي بالتبعية للاخرين وده اللي احنا مش عايزينه طبعا احنا مش عايزين حاجة زي كده احنا عايزين ان البني ادم كل ما عنده positive outlook على نفسه كل ما انا قل ده اللي حواليه طيب قوليلي بالنسبة للمبادرة ان احنا نعمل حاجة لنفسنا برضو حتة ان احنا مفروض نزل نفسنا زي جفت او هدية او نعمل نفسنا مكافأة زي ما بيقولوا علشان خاطر ان نعرف نستمر انا من وجهة نظري انه كل واحدة ست سواء بتشتغل او رب البيت او قاعدة في البيت لازم تعمل نفسها حاجة ولو حتى نصف ساعة في اليوم ده بيديها احساس ان ليها كيان وان ليها غير ان هي ام او مطحونة في البيت او غير ان هي بتشتغل ومطحونة في الشغل وترجع البيت مطحونة في البيت برضو هي لازم تبقى بتعمل حاجة لنفسها وممكن تبقى الحاجات دي بسيطة انا مش بتكلم على ان ان انت تعمل نفسك حاجة بفلوس كتير حتى لو واحدة اقتصادياتها على قدها او مادياتها على قدها هي ممكن تعمل حاجة حلوة لنفسها زي ايه؟ زي ان هي مثلا بعد مولادها ينامه او خلاصة شغل ممكن تقعد تنقلها كورنر في البيت تقعد فيه وتمسك كتاب حلو تقراه القرية نفسها بتحسن المود ان انا اقرى حاجة حلوة تحسن لي مودي تحسن لي فكرتي عن الحياة ممكن اقعد اقرى قرآن شوي لو مش بتحب القرية ممكن تنزل تمشي شوي مش هقولها روحي الجيم واشتركي في الجيم لو انتي مش مقدرتك ده ممكن لو شربت نسكة فيه او حاجة لوحدها تحس ان هي بس ما تكونش حاجة حلوة كتير تكون حاجة حلوة على قد عشان انا صحابي هيلث كوتشز كتير اي واي حيدعلوا مني فلا يعني ممكن تتلي حاجة حلوة بس لوحدك خش القوضة نامي لوحدك نص ساعة يعني على القلق فيها نفسك القوضة ونامي نص ساعة النوم ده في حد ذاته بيجدد لك انت كده حيويتك يعني خدي نص ساعة عن نفسك بأي طريقة حوي تميل ده ستة كتير جدا او احنا اغلبياتنا يعني بنحد ننزل نشتري حاجة نفسنا اه جدا يعني ده الواحده في حد ذاته ايش بالولاد نزلي لوحدك اشتري نفسك حاجة حلوة عشانا حتى لو روج اي حاجة تبسطي بها نفسك بس تحسي ان انتي عملتي ريورد لنفسك عملتي كافئتي نفسك مكافئة حلوة وزريفة اخر النهار انه انا قارت حاجة حلوة اكلت حاجة حلوة الواحدي نمت شوية الواحدي نزلت مشيت اشتريت حاجة نفسي حلوة رحت قابلت اصحابي شوية لو حتى ساعة بس لازم تكافئي نفسك اخر النهار على يوم الشغل الطويل على تعبك مع الولاد على تعبك في البيت لازم تكافئ نفسك ازاي ما بنكافئ الولاد ومنكافئ اللي حواليه بنكافئ نفسنا نزلت ده احنا الاولى نكافئ نفسنا لان انا لو حبيت نفسي وبقيت كويسة مع نفسي انا حبقى كويسة مع الاخر طيب ويبقى نصيحة عامة للناس ازاي يحبوا نفسهم وازاي يبرمجوا اللي حواليهم يعني ايشوا في حياة سويا والله احنا كلنا عايزين نبقى ناشحة سويا اكيد سويا من غير احباطات من غير من غير محد يقصر حولينا علينا لان فيه ناس بتبقى ساعات ماشية في سكة كويسة وهم قريسة نكحين بيلقوا ناس حواليهم بتحبطهم فقول لنا انا نسعتي بحاجة زي كده انه نعمل ايه ان احنا لما نسعى من يوم الصبح قاعد اكتب او حتى اقولها النفسي وكل يوم الصبح يا راتني انا ده كل يوم الصبح قاعد اكتب انا اعد او او اعمل كده زي واحد اثنين تلاتة زي تدولست م pengis زي تدولست بس انا هعد النعم اللى عندي كمثال هعد اقول الحمد لله انا عندي سقف وبيت دافي غيري معند ومش بيه دافي اصلا الحمد لله يا نعمة الصحة الحمد لله أولا دي كويسين الحمد لله انا بشوف وبسمع وبمشي غيري معند ومش كل النام عندي الحمد لله على نعمة ان انا عندي شغل مثلا ويبدو اشتغل او ان انا عندي زوج ومحافظ علي او هبتدي اعد النعم دي واكتبها ربنا علينا وان شكرتم لأزيدانكم فاحنا كل ما هنشكر ربنا ان انا هفتكر نعم علي نعم علي كل ما هفتكرها وكل ما هحصيها على قد ما اقدر طبعا لان نعم ربنا جبيرة جدا علينا انا للأسف للأسف الفقرة خلصت للأسف ومرسي جدا وكان نفسي نعود اكتر تدينا نصايح في موضوعنا احمد ربنا ازاي بس اكيد بازن الله في لقاء تاني مرسي جدا يا مية واشكرت هنطلع في واصل ونرجع في فقرة كلام موزونا